اللي حصل ده سببه ايه؟ اشطان ده خرب بيوت محدش قلبه على حد نقطة بقى ونقفل الموضوع ده الراجل مريض اه مريض بكل صلابة تقولك لا مش مريض انا شرته تسع سنين بدايع معروفك ليه؟ طب هي غلطانة ممكن تكون مش غلطانة مقدرش اظلمها لان مفيش ستة سحم الراجل هي ظنة انه بيقدر وبيروح وبييجي وياللي تصرف عليه وهي قالت لي كده باللفز هو سق فيها هو استحلى القعدة في كلام كتير بنشيله كتير كتير احنا بنتعمد ده لان ما ينفعش نسيق للناس يعني هم اليوم مشكلة ما ندخلش احنا بيه وفرحية طبق ده طبعينا يعني كل واحد شاف حلقته وعارفت شال منها ايه على مدار سنين عمري في المهنة دي النتاريال بيبقى عندنا موجود لو انا عرضتلكه زي ما بيتقالوا والالفاظ والطريقة والكلام بقى انا كده بغرط في الناس نفسها وانا ما بحب شغلت في حد انا دخلت بيته انا طلع عن المشكلة اللي انا رايح عليها فيه ازمة مش هتكلم عن ازمة الطلاق لا لا فيه ازمة بقت ازمة جديدة علينا كده كانوا زمان يقولوا لنا اول سنة جواز صعبة اول سنتين لو عدتوهم انتو تمام بتيجي بعد كده ازمة تانية خمسة سبع سنين لو عدتوها انتو زي الفل ويجي بعد كده واحدة تقولك انا بقى لعشر سنين متجوزة تحط رجل على رجل كده واتبرتها وجوزها كل حاجة هي على علمي بيها وايه ملكة في زمنها لا لا انت بقى تعالى تكلمك فيه ازمة دلوقتي الناس بعد ما بتعدي الاثناشة والتتاشة والعربعة عشر سنة بتطلقوا حد اشتاق حد وبيبقى بينهم عنف رهيب يعني اللي بتطلقوا في سنة اولة وتانية دول بينهم الدنيا ايه واقفين في المحاكم اما دول بقى مبهدلين بعض ليه مش هعرف انا هبدأ اسأل ليه يعني هبدأ اتواصل بقى مع الناس بتوها الاجتماعيين قلم الاجتماع والسيكولوجيين علماء النفس وكده عايز اعرف ليه ليه البيهدل القمعيتي ليه نسبة للجار انا سألته قال لك انا مش شفتوش خالص مع اقواله واحد بيفتح الانبوبة وناس بتسرخ وكان يقتي البناته وكان بيجر ورابنه في الشارع معرفش ده المفوض يبقى بصه بقى علامة البيت كده يعني ده علامة الشارع ان الراجل ده سفاح الراجل ده زي ما انت عايز قول قول قال لك معرفوش والله وغش اتمنى